نعاني مشكلة خطباء خصوصاً اللغة التي يمارسها الخطيب على المنبر يعني في هذا العاشوراء تعرض ما أدري هل هو اتفاق بين الخطباء لمناقشة أحدى المشكلات وهي حجاب الفتاة كانت اللغة جداً قاسية كانت اللغة جداً شرسة يعني حتى لغة الجسد للخطيب كانت شرسة جداً هذا استدعى أن ترد للأسف الفتيات يعني ولد هذا نفور من الدين يعني أنا على الطلاع في قراءات الحاد يعني ما أبغى أصل إلى هذا بسبب لا تتوفر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وللأسف هذا الخطيب في وفاة الإمام الحسن يقرأ أنه جاء رجل إلى الإمام الحسن فشتمه فقال إن كنت طريداً آويناك وآخر شيء ينزل بهذه كيف تقيمون أن تنسماحة الشيخ هذه المشكلة والعضال لابد أن توجد ضابطة لمن يعتلي المنبر للأسف يعني يتصير نكات يعني عذرني سماحة الشيخ أقول تصل إلى التهريج أحياناً على المنبر اللغة من المسؤول عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً الخطيب لا نقول إنه معصوم ممكن يخطأ ممكن الإنسان يخطأ يعني فلكن كما ذكرتم المطلوب من الخطيب هو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون سلام الله عليهما أن يذهب إلى فرعون وقال لهما فقول له قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى قول قول لين لفرعون أنت الآن أيها الخطيب أنت تخاطب مؤمنات هذه المؤمنة أنت تريد منها أن تتحجب المفروض أنه الخطاب يكون خطاب جذاب لا خطاب منثر يعني أنت تريد من الفتاة أن تأخذ بقولك أو أنك تلزمها بالحجة المسألة ليست حجة يعني الآن أنت تقول لها الحجاب واجب وشئتي أم أبيتي ولا خيار لك وأنت فاسقة إذا لم مثلاً ما هو الداعي لأن تقول مثل هذا الكلام أنت لست محتاج إلى قول ذلك وإنما أنت قل لها الحجاب هذا بمثابة الأمر الذي يكون فيه صيانة لجوهرة مثلاً الإسلام يعتبرك أنت جوهرة الجوهرة ما تترك في الشارع الجوهرة لا الجوهرة تصان أنت جوهرة مثلاً يقولون أن واحد أشكل على مسلم قال لمسلم طبعاً هذا في بريطانيا قال لمسلم أنتم لماذا عندكم تشدد في الإسلام وتمنعون الرجل إصافح المرأة قال أنا أريد أن أسألك السؤال هل أي واحد من الشعب البريطاني يحق له أن يأتي ويصافح الملكة قال لا طبعاً قال لماذا قال لأن هذه هي الملكة كيف أي واحد من الناس يأتي ويصافحها قال نحن نعتبر كل امرأة مسلمة ملكة مو مسموح لأي إنسان يصافحها مثل ما أنت ذاك يعني ذهل من الجواب جواب رائع فعلاً أنت لما تخاطب المرأة افترض امرأة صافح رجل أجنبي وأن تريد أن تقنعه تقول أنت ملكة أنت ملكة الملكة ما تصافح أي إنسان هذا يأثر عليها هذا هو الأسلوب الصحيح ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لابد أن يكون الخطاب خطاب لي جذاب لا الخطاب الذي هو عنيف ومن أجل الإلزام وإقامة الحجة لا لسنا في مجال إقامة الحجة ترجمة نانسي قنقر